قد يحلان اللغز أو يتركانه غامضاً للأبد فبعد أن أعلنت السلطات المصرية العثورة على الصندوقين الأسودين للطائرة ستكون المرحلة المقبلة هي تحليل بيانات وحدتي الذاكرة فيهما ووحدة الذاكرة المقاومة للتحطم هي الجزء الأهم في الصندوق إضافة إلى وحدة الذاكرة يتكون الصندوق أيضاً من البطارية ولوحات الدوائر الكهربائية ولوح التحكم وجهازاً للتتبع أثناء رحلة الطائرة يقوم الصندوق الأول بتسجيل بيانات الطائرة على وحدة الذاكرة عبر لوح التحكم كالارتفاع والسرعة وأداء الطيار الآلي مدة التسجيل في هذا الصندوق تصل إلى 25 ساعة أما الصندوق الثاني فهو يسجل على وحدة الذاكرة المحادثات في قمرة القيادة وذلك عبر لوح التحكم المتصل بالأجهزة والمايكروفونات الموجودة في القمرة مدة التسجيل في هذا الصندوق تصل إلى ساعتين ولأهمية المعلومات المسجلة على وحدة الذاكرة خصوصاً عند وقوع الكوارث الجوية يصنع الصندوق من عناصر التايتانيوم أو الفولاذ لمنحه الحماية القصوى وتحسباً لحوادث الطيران التي تحصل فوق البحار زود الصندوق بنظام التتبع يعمل آلياً فور وقوعه في الماء إذ يقوم ببث موجات فوق الصوتية يمكن التقاطها في متوسط عمق ألفي متر عمل نظام التتبع يرتبط بعمل البطارية التي يصل عمرها إلى نحو شهر وفور العثور على الصندوقين أو أحدهما تتأكد الجهات المختصة من سلامة وحدة الذاكرة لتقوم بعد ذلك بتحليل بياناتها